قدم جدي قفاه لضربة شمس قاتلة لأنه لم يعرف كيف يروض الفراغ المهول المحيط به وأورثني الفراغ نفسه حين رحل كنا نخرج من المكان وقد خسرت المدينة حقلا آخر وهو يجرجل خطاه نحو حسفي وأسير خلفه مودعا طفولتي ومودعا نظرة للعالم والأشياء والأحداث منذ إذن عرفت أن الأشياء والأماكن والأشخاص ومهما تعلقنا بهم ومهما ربطنا مصائرنا بهم زائلون الزوالة الرهيبة لو أن أباك عاش لم اختار لك غير ما اخترته لنفسك افعل ما تشاء سافر أو ابقى أنت وشأنك إنها حياتك وأنت حر فيها في هذه الصرة مال تستعين به كان ذلك وداعنا لا دموع ولا قبل ولا ضوضاء مخلوقان صار شطرا من الطريق معانتم وسلك كل منهما سبيلا وكان ذلك في الواقع آخر ما قالته لي فإنني لم أرها بعد ذلك بعد سنوات طويلة وتجارب عدة تذكرت تلك اللحظة وبكيت أما الآن فإنني لا أشعر بشيء على الإطلاق لا تهتم لذلك الأحمقين إذا تزوجت فسترى كيف أن الحياة تتغير الزواج يدخل على صاحبه بالخير ضرب حميد قطعة حجر بقدمه لكنه أخطأها تأمل قطعة الحجر وهي جامدة تماما أمام حدائه القديم كان يستمع لزميله المتزوج بغير اهتمام له ابنان لكن الخير لم يدخل عليه ربما هو في البداية سوف يدخل عليه الخير بعد سنوات يا للوقاح المراكز تأتي بالفجاجة والمناصب لا تغير إلا الضعفة كأنها تدوم غدا يفيق على واقع في مرار واقعي وينهار هل كنت أعاشر عدود؟ لو لا المنصب لمت وأنا لا أعرفه ووصلت الورقة وما يخوله القانون أختارني البريد فذهبت وانتظرت في طابورين حتى تسلمتهما الورقة فالحوالة هل يوجد في الدنيا إدلال أكبر؟ استبدى بالحنق حتى شعرت بألم في رأسي وطلبت استمارة كتبت فيها اسم زوجي وعنوانه ورددت إليه مبلغا ألم أتعلم الكتابة في الدروس الليلية؟ حربنا الأمي عند من يجهلون القراءة والكتابة وتركنا المتقفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر